يسأل عن مبيت الإمام الشفعي رضي الله عنه وارضاه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه وملاحظات ابنة الإمام أحمد على سيدنا الإمام الشفعي شوف يا سيد بداية وذكرها فضيلة الشيخ الدكتور وللأسف يعني يعني على تعليقات عجيبة وأخد ويمط وغيره من الكثر يعني الله يجزونه خيره ويهدينا جميعا عنده الصواب خلاصته قصف مبيت الشفعي ده يقولك إن الإمام الشفعي راح يبات ليلة عند الإمام أحمد فأكل كتير لما شبع وما قامش الليل وقام داخل نام على طول ولغاية الفجر ما جه أم أين مصلبهم على طول مصلب أحمد وبنته وكت إلى آخر هذه الأمور وما توضاش ولا كده فبتقول له بنته يعني هو ده الإمام الشفعي اللي انت بتكلمني عنه ده أنا عادت أترقبه ولاحظه لقيته أكل كتير قوي وانت عارف المؤمن بيأكل في معين واحدة وبعدين الثلث من يطعامك وكتير فين كلم دي النقطة الثانية إن راجل ما قامش من الليل شيء ده يا على طول على فكرة إن سمع في القطبة اللي فاتت راح صلي لقيت القطب بيقولها المهم لقيته النقطة الثالثة إن صلبنا بغير وضوء خدتها لك عمالة زي الليت تعارف أبو لامعا اللي بيقولك صلي بغير ظهر ركادة والتاني يقوله لا المزاد بقى لا عندنا من غير وضوء وتعالهم أصحاب الفلوس الشمال وكذا خلاص طول دكتور محمد فقام رايح الإمام أحمد وقال للإمام الشفعي يعني بنت لحظت عليك ثلاث أمور يعني عشباش فيه غيبة وكلام مندي بتقول كذا وكذا وكذا والثلاث أمور دوني يعتبروا يعني الكثير ومش خصوات قيام ليل وأمتي الفجر صلت بدون وضوء يعني لا صلى ولا ذكر ولا ورد خدتها لحظك زي قالك طيب أولا أنا كنت أكلت كثير يا أحمد عندك لأن طعامك حلال فكنت أتداوى بالحلال لأن الطعام الصالحين إيه شفاء فأنا كنت بقى بتعالج به طيب الثانية قاله طيب أنت ما كنتش ليل قاله والله مهنمت ولكن فكرت في أكثر من في رواية من ثمانين مسألة وفي رواية من كذا مئات المسألة وفي رواية حتى دخلت إلى ألاف كذا ألف مسألة خلصت سواء دير دير كله بطيخ ففكرت فيها حتى وجدت حلها لمسلمين يعني في شوية النوم دول حلت كذا مسألة فقهية هيفيدوا المسلمين خلت مئات المسائل الفقهية مئات قاله طيب الثالثة قاله والله لا مهنمت بعد صلاة العشاء حتى كنت على وضوء ما انتخذ وضوء فصليت بكم كده أخذت لحظات إزاي فقاله أم أحمد يعني راح لبنته قاله يعني وبتقولي على الشفعي كذا كذا لنوم الشفعي خير من إيه من عبادة أبيك إلى آخرة طبعا الكلام ده كلام دجل كلام دجل وكلام كذب وإفك وافترة ليه بقى تعال يا دكتور محمد ابنة الإمام أحمد الوحيدة بنته الوحيدة دي دكتور محمد ولدت بعد وفاة الإمام الشفعي تقريبا بربعين سنة اتولدت بعد وفاة الإمام الشفعي بربعين سنة أنا عايزك تحسب معايا الإمام الشفعي توف سنة مئتين واربعه هجريا ايوه الامام الشفعي توفي سنة كم؟ 200 واربع هجري احمد ولد كم سنة 164 هجري احمد ولد خلي بالحضرك زي احمد ولد سنة 164 هجري الشفعي قلنا مات سنة كم؟ 200 واربع والامام احمد لما يتزوج الى بعد الاربعين لما اتم الاربعين من عمره يعني بعد وفاة سيدنا الامام الشفعي يعني معنى الامام احمد ما تزوجش الا بعد موت الشفعي ما هو الامام احمد اتم الاربعين ووفاة الامام الشفعي تمام وحما لم يتزوج إلا بعد انتهاء الأربعين بمعنى أنه أكمل الأربعين عاما ثم تزوج ودخل على سن الواحد واربعين خاتل لأنه كان نسف هو من يتم بالعلم فلاسية ذلك خلاص كده يا دكتور محمد طيب بالله عليك بقى لما يجي بنته الوحيدة اللي أهل العلم لما حسبوا محترامي عمرها بعد الشافعين كانت بعد أربعين سنة تقريبا خلاها حتى مش بعد أربعين سنة إزاي هتيجي بعد وفاة الإمام الشفعي يتولد له للإمام أحمد من يراقب وكيت ويكلم عن إمام الشفعي وكذا إلى آخر هذه أموه هذا من الدجل لذلك أمور مكشوفة ومفضوحة ولا تصح على الإطلاق وبعدين هتبقى تربية الإمام أحمد وتتهكى على راجل الضيف على الإمام الشفعي حتى لو كان الضيف مش عمام الشفعي لا دمين عمام الشفعي برضه نعم طيب كم تبقى في جعوباتنا من الوقت حتى يعني نعم الجواب بيفاد دي يعني ربما يعطوننا أو يمدوننا ببعض لا لا مش بدون مدد ولا حاجة عشر دقائق الجواب بكره معه طيب سؤال بنت الإمام أحمد للإمام الشفعي في جواز الغزل على ضوء مشاعر الحرس دي زيدي بالضبط وهو نفسه برضه وغيره ما هي بتخلص خلالنا إن هي مش موجودة أيها تماما وعلى فكرة هي الرواية أصلا في الأصل ليست منسوبة إلى بنت الإمام أحمد ولكن السؤال منسوب إلى غيرها في سؤال الإمام ما أحمر خلصت وإحنا ذكرته معك قبل كلا وحققته أيضا شوف يا دكتور محمد قالك إن بنت الإمام أحمد طيب دكتور نستغل الوقت طالما ما كانش موجودة نعد على الحاجة ونستغل لا لا الناس بتسمعها 24 ساعة وفي القنوات الدينية وعلى المنابل دكتور محمد خليه بسرعة جدا قاله سألت الإمام الشفعي عن جواز الغزل يعني تعرف الحرس بالليل فبقوا شالين المشاعل قايت له طب إيه رأيك يعني إن الواحدة تغزل على ضوء المشاعل دي كذا وخذ على ما هم عليه من الوقت الطقوة والورع وكذلك اللي هم أسرة الإمام أحمد طبعا هذا كلام دجل زي ما احنا قلنا قلنا ليه لأن قلنا الإمام أحمد رحمه الله تزوج بعد موت الإمام الشفعي فأنا يقول الإمام أحمد ابنه تكون هذه كبيرة وتسأل ثم تسأل الإمام الشفعي في هذا الأمر وعلى فكرة دكتور محمد الرواية ما نجي نتكلم عليها الله يبارك في عمرك بنقول الرواية باطلة ولا تصحب حل من الأحوال نعم موسيقى